منذ 17 عاماً ومؤشر المعيشة العامة في العراق يسير نحو الانحدار أكثر فأكثر من جراء تبعات الاحتلال الأمريكي وتشكيله اللعبة السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية دراسة جديدة لمركز بروكينغز للأبحاث السياسية أكدت أن العراقيين في العام 2020 ما زالوا لا يشعرون بالأمان بعد نحو عقدين على تطبيق نظام محاصصة الدراسة استعرضت إحصائيات تحدثت عن إجمالي عدد الوفيات من المدنيين والدخل القومي وعدد النازحين داخلياً حيث أظهرت البيانات أن العراق يعاني بشدة على المستوى الاجتماعي بسبب استمرار الفساد المالي والإداري وندرة فرص العمل والضغوط السياسية ذات الصبغة الطائفية واستشهدت الدراسة بأحداث العنف الطائفي في العام 2006 الذي كان هو الأكبر من نوعه مخلفاً نحو ثلاثين ألف قتيل عراقي كما شهد العام 2015 النسبة الأكبر من النازحين داخلياً بعدما وصل عددهم إلى ثلاثة ملايين ومائتين وتسعين ألف شخص بجانب مائتين وتسعة آلاف طالب لجوء في العام نفسه وفقاً لتقارير دولية وبالحديث عن معدلات الفساد حافظ العراق على مرتبة متدنية في مؤشر مكافحة الفساد خلال عامي 2007 و2008 محتلاً المركز 178 عالمياً بحسب منظمة الشفافية الدولية المعاناة استمرت بالتفاقم حتى بات نحو ثلاثين بالمئة من السكان تحت خط الفقر بحسب تقارير وزارة التخطيط وقد يكون الشيء الوحيد في العراق الذي لم يدخل ضمن إطار صراع المحاصصة على المغانم والثروات هو انتشار فيروس كورونا الذي فضحت تداعياته القاسية على العراقيين فشل السلطات والأحزاب الحاكمة لتتعرض البلاد إلى أزمتين صحية ومالية مثلت صدمة في أوساط المجتمع بعد فرض الإغلاق وحضر التجول للحد من تفشي الوباء الذي تزامن انتشاره مع تدهور عائدات النفط التي تشكل معظم إيرادات الموازنة المالية السنوية للبلاد ما أدى في نهاية المطاف إلى تعليق ما تبقى من القطاعات الإنتاجية المحلية التي تعاني من الفساد والتدمير الممنهج أصلا وفقدان أغلب موظفي القطاع الخاص لمصدر رزقهم